موسيقى 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 وإن شاء الله أنه يكون الأمور واضح يعني خلينا نقول أنه إحنا لا نعلم بهذا الإشيان وجاهزة ولا لا لكن أنه الله يعلم إحنا نسمع أنه غير جاهزة لكن أثناء سيرة أثناء سيرة أو لا أولا بس جاهزة مية بالمية مية بالمية لا لا غير جاهزة إشي أكيد في الحفر أما هو والله من بداية العام أنه خلينا نقول صار عمل في شوارع جرش يعني كذا وبشكل عام وبالمناطق الثانية عمان وغيرها في عمل الحمد لله لكن في تقسير يعني من المسؤولين في تقسير بالنسبة للشوارع تأسي الشوارع الشوارع ضيقة ما في استعاب للشوارع أزمات خانقة سير كثيف من الضايقين فصل الشتاء خصوصا في فصل الشتاء نعاني كثيرا من أزمة السير من ارتفاع المي والتسكير في المناهل وفي المجاري والناس بتغرق في المي يعني بتمشي في وسط المي يعني إشي حرام يعني ما بنقدرش نطيح من السرفيس أو من التاكسي توقف عجريك من المي ومن الأزمات فما بالك باللي ماشى على الجري الله يعينه تقريبا في 60% ل7% جاهزية على الأغلب في المحافظات على الأغلب في المحافظات أما العاصمي لسه في عادة لتجهيز بعض المواقع فيه جاهزية باش مش متكاملة يعني يعني في بعض الحفريات في بعض الحفر شايف بالشتاء شايف بتطلع هي يعني فورة يعني بس تشتت دنيا شايف بتبين العيوب واللي هي بشكل عام كويس الشوارع يعني البني التحتي في تجهيز الشوارع وترتيبها في المملكة يحتاج إلى إعادة تأهيل وإعادة ترتيب جديد وخاصة قبل فصل الشتاء أعني وبكل دقة إعادة تأهيل فعلي من أمالة عمان في العاصم عمان لتحتاج لجهد كبير جدا خاصة بما رأينا للأسف في الخبر الماضي وأول الشتاء الذي حصل في الأسبوعين الماضيين في عمان وما حدث من أزمات وكوارث ووضوح العيب الواضح في تأهيل البني التحتي للسير لسياراتنا في المملكة وخاصة في العاصم عمان في محافظة جراش كوني من محافظة تحتاج إلى تأهيل جديد أيضا وعادة ترتيب بسيط ولكن خاصة داخل مدينة كون منطقتنا الجبلية والمياه تتسيل بشكل جيد